الفرق ما بين الكارديو عالي الشدة و عالي المقاومة عالي الشدة ده للناس اللي عايزة تحرق سكر في الحال زي الجري السريع جدا او نط الحبل ما بتخطاش المدة اللي هم بيعملوا فيها التمرين ده 6 دقايق متواصلة بس يكون ضربات قلبهم ما بتعديش 85% و ده للامان وهحسبلك و هعلمك ازاي تحسب القصة دي في اخر الفيديو عالي المقاومة دي للناس اللي عايزة تحرق دهون المدة بتبقى اطول والحركة بتبقى اقل زي ستير ماسترز السلم الكهربائي او عالتريد ميل المشاية بيرفع الانكلاين بيعملها فوق درجة درجة و نص درجتين على حسب ما هو متعود عليها المدة بتبقى من 20 لعندك لعد 60 دقيقة ده عشان يحرق دهون في الفترة دي بيكون محافظة على ضربات قلبه المفروض لديها تبقى 65% ل75% ازاي بقى تحسب ضربات قلبك و ازاي بتعمل الحزبة اللي احنا عملين اتكلم فيها دي الحزبة بسيطة سنك ناقص 220 ليه بقى 220 انا اقول لك دي اقصى عدد ضربات قلبه ممكن يوصلها بني ادم اللي هو مين؟ البيبي لما بيتولد البيبي لما بيتولد بقى ضربات قلبه توصل من 22 كل ما يكبر سنة كل ما ضربات قلبه بيتقل عشان كده عمله المعادلة دي فتجيب سنك تنقصه من 220 الرقم اللي هيطلع لو انت عايز تعمل عالي الشدة هتضربه في 85% الرقم اللي هيطلع لك ده ما تعدهوش حفاظا على صح ده لو انت عايز تعمل عالي المقاومة تجيب الرقم اللي تلع من الحزبة الاولانية خالص وستضربه مرة في 65% ومرة في 75% الدول بيبوا لحد الادنى ولحد الاقصى لضربات قلبك والمدة بتبقى طويلة فخليك فاكر عالي الشدة جري السريع للسكري وده اكوز جدا لمرضى السكري على فكرة عالي المقاومة الناس اللي عايزة تهرق دهول حركة اقل فترة اطول ضربات اقل من قلبك تحياتي